السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً أصدقائكم تابعي قناة رحلاتي في تحت عنوان الفيد الرجل صنع الطرامواي والتيجي في وطور تقنية النانو كتب صديقي الأساد نبيل غزال الإعلامي المتميز مقالة جاء فيها ومنشورة على موقعه ياببريس بسبب إعلاني عن قناعات كان يضميرها لسنوات استيقظ كثير من المغرر بهم من السحر الذي كان يمارس عليهم الدكتور محمد الفيد وكما يقال رب دارة نافعة فعلى الرغم من أن ما يدلي به الفيد مجرد مسائل نظرية وإنتاج بشري قابل للصواب والخطأ فقد كان كل من يتجرأ على مناقشة أو اعتراض أو اعتراض رأيه يهاجم بطريقة فجة من طرف كتائب الفيد ويتهم بأنه متأثر بالمد اللديني ويحارب أحد القامة العلمية الكبرى في البلد ولكن شاء الله تعالى اليوم أن يفسح الفيد عما كان يضميره لسنوات ويبثه في مجالس خاصة فقط وأنا بالمناسبة واحد ممن حضر تلك المجالس التي تفوه فيها الفيد بجرأة خطيرة على الله تعالى وقول منكر وزور على علماء الشريعة في هذا العمود المختصر لا أريد أن أتحدث عن دفاع الفيد عن الشواذ واللواطيين ولا عن إنكاره لأحاديث المهدي والإسرائيل والمعراج المتواترة ولا عن تهجمه على أئمة المدايب الأربعة بما فيهم إمام مذهب البلد الإمام مالك وتنقصهم ابن كتير شيخ المفسرين واتهامه للمحدث الألبان بالتشيع ومطالبتي على طريقة الفتوات والقطاطعية إذا كان هناك فيكم رجل عالم يخرج عندي لا أريد الحديث عن كل هذا ولا عن سلوكي العدواني والعصبي والسعلاء وتكبر على خلق الله لا أريد الحديث عن هذا الكم الهائل من الموبقات ذلك أن كثير من الفضلاء أجابوا المتحدثة في التغذية عن بعضي ما ذكرت هذا من جهة ومن جهة أخرى فمن يجرؤ على مواجهة كل فقهاء الشريعة عن بكرة أبيهم ويتجرؤ على كلام الله ورسوله وعقائد وأحكام الشرع من السهل تحديد المرجعية التي يصدر عنها والأفكار التي تحدد تطرفها ونزقها ما أريد الإشارة إلي باقتضاب في هذا العمود هو أن الفيد لم يعد يرى اليوم عالما على وجه الأرض إلا من أتقن العلوم الكونية أي العلوم المادية وهو في تحدي هذا يتهم الحلقة الأضعف وهم علماء الشريعة بأنهم سبب تخلف الأمة وارتهانها بالماضي وعدم تطورها في العلوم الدنيوية والمادية أكيد أن علماء المغرب سواء الرسميين منهم أو غير الرسميين لا ينتظرون شهادة الفيد لتأكيد كفاءتهم ومكانتهم ولا يهمهم كلامه لا من قريب ولا من بعيد لكن لباس أن نجيب باختصار عن هذا الهديان والخرف الذي أصاب الرجل فصار يخبط ذات اليمين وذات الشمال السؤال الذي يجب أن يطرح بكل جرأة ونحن نناقش تخلفنا في العلوم الدنيوية هو من المسؤول عن تطوير العلوم المادية والتمكين لها في المغرب أظن أن لا أحد سيخفى عليه الجواب فهناك مؤسسات للدولة تأتعنى بذلك وترصد لها ميزانيات من مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد والكليات المختصة ويتقوم بالوظيفة المستطر لها وفق الظروف المتاحة الفيد ولأن الأوفوبيا كبيرة من الدولة وأجهزتها لم يجرؤ أن يتحدث عن المسؤول المباشر عن ضعف البحث العلمي في المغرب وضعف الميزاني المرصودة لها مقابل قطاعات أخرى ترفيه لا تعود بالنفع لا على الفرض ولا على المجتمع ولا على البلد وتغدق عليها الأموال بشكل غريب ومستفز وهنا تتجلى سؤنية الرجل وجه له حيث سعى كي يصرف قناعاته التي تتقاطع مع قناعة اللادينيين من خلال اتهام الفقهاء وكأن علماء الشريعة والمجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى قد أصدروا بالإجماع فتوى بمنع تعلم العلوم الكونية وحرمة التخصص في العلوم المادية وكل هذا لا وجد له طبعا إلا في ذهن من برز بالحديث في أمور التغذية ومن المضحكات في خطابات الفيد السيكوباتية وخرجاته الكوميديا تساولوا بسخرية هل أذكار الصباح والمساء تسس تصنع لنا التراموين هو طبعا يعرض هذا الهراء دائما بلغة وثوقية والسنطيحة عارضة وكأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل على أنه يهذي ويخربق فالتراموين صناعة بشرية وتقنية توصر إلي الغرب باتخاذ الأسباب الكونية ونحن نشتري تقنيته بثمن باهظ نتيجة تفريطنا وعدم استثمارنا كدولة وكأمة في هذا المجال وضاربة التخلف العلمي نؤديه ليوم نقدا ومن يتحملون المسؤولية هم من يملكون القرار ومن لهم القدرة على إنفاديه أما من يحرس على أذكار الصباح والمساء فهو يمتثل بشكل فرضي لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي رغب في المواضبة عليها والخلاصة يقول أستاذ نبي الغزال من كل هذا أن الغرب قد استفاد من التقدم العلمي بجني ثروات طائلة ومن اشتغل بالذكر قد استفاد أيضا بجني أجور عظيمة لكن سيلفيد لم ولن يستفيد من هذا النقاش شيئا فهو لم يصنع لنا لا التراموي ولا التجيفي ولا طور الدرون وتقنية النانو ولا ترك من يذكر الله في حال سبيله لكنه ملأ الدنيا بعصبية وزعقه وبمنهجه المختل هذا لن يصلح عطارنا ما أفسد الظهر والمتابع لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يقف على أن كثيرا ممن كان يدافع عنه بالأمس قد رموه عن قوس واحدة والرجل يغرق يوما بعد آخر ولا تزد الأيام إلا غي نسأل الله لنا وله الهداية وحسن الخاتمة في الأخير تجدر الإشارة إلى أن المقال منشور بتاريخ 14 فبراير 2023 يعني قبل أربعة أيام يعني قبل إصدار الدكتور الفيدلي بيانه الذي ذكر في أنه لا ينكر حادثة الإسرائي والمعراج نجم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته